في مبادرة النعفوية انطلق اليوم شابان بحرنيان إلى مستشفى السلمانية الطبي لإدخال الفرحة والسرور في قلوب الأطفال المرضى فاضل وإسحاق قدمة لزيارة الأطفال المرضى وبحوزتهم الهدايا لتسعد الأطفال وحتى يعيشوا أجواء فرحة العيدة التفاصيل مع الزميلة إيمان شرف جميل أن تترك بصمة إنسانية في حياة من لازمهم المرض الذي جعلهم حبيسي السرير الأبيض ومن الجميل أيضا أن تصنع فرحة وتدخلها في قلوبهم متسللا بين لحظات واجعهم التي عاونتهم العزيمة للتغلب عليها فبلفتة عفوية طل شابان بحرنيان على الأطفال المرضى في أول أيام العيد في صحبة شخصيات من والت ديزني وهدايا لتفرحهم وترسم ابتسامة على محياهم البريء نحن شركة نيونال لتنظيم المعارض والفعاليات في البحرين نحن قررنا نسوي مسرحية بيتر بان في عيد الأطفال المبارك متعاون مع شركة بيكو ونشكر وزارة الصحة على دعمهم واكفتهم معنا في هذه الفعالية اللي هم ساندونا فيها وخلينا نسعد اليهال في هذه العيد اليوم ونسعدنا اليوم أن قدمنا لهم الهدايا وشفنا اليهال ابتسمون في هذه اليوم مع الممثلين وقعدوا معهم واستنسوا معهم وعطوهم هدايا أحلى مناسبة العيد سوينا مسرحية ويعطينا فكرة يهال المرضى ما يقدرون يحضرون في المسرحية وقلنا نيب شخصيات للمستشفى عشان بس يستنسوا من داخل الفرحة في غليوبهم عالم الطفل غالبا ما يكون حاضرا في كل عيد والغالبية من الأطفال المرضى قد اعتادوا مسبقا على الاستمتاع بعالمهم إلا أن المرضى قد منعهم في هذا العيد ما جعل من تواجد الشخصيات الكرتونية معهم في هذا اليوم بمثابة دافع جديد لهم للإصرار على الشفاء فعبروا عن فرحتهم وامتنانهم بكل عفوية أنا استنتش بالفكرة والفرقة كل عاملت بخير أنا استنتشت الهدية حبيت الهدية كل عاملت بخير أنا زين كل عاملت بخير وأسوكم من عمودة أنا واجد مستنسا في العيد والعيد واجد حلو أنا إن شاء الله بطلع من المستشفى جريب بروح الألعاب في العيد بستعنس من الطبيعي أن يكون لهذه المبادرة أثر إيجابي على نفسية الأطفال الذين سيقضون هذا اليوم يوم العيد تحت وطأة المرض إلا أن الأمل لا يزال يراودهم بأن يمضوا باقي أيام العيد في براءة لهوهم وتورد ابتسامتهم إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين